موسيقى من قناة الجديد في بيروت مساء الخير بتلاوته المادة الأولى من مشروع اللقاء الأرثوذكسي يكون الرئيس نبيه بري قد سحب نواب اللجان إلى نقاش القانون رسميا وتحت طائلة تشريع عملية الدهم هذا اهتمت في لحظة غرق النواب بتسجيل المواقف تأييدا واعتراضا وتقديم الأرثوذكسي تارة على صورة المنقذ وطورا على شكل المفتت المنتهك لصيغة العيش المشترك على حد وصف الرئيس فؤاد السنيورة ويا فؤادي لا تسل عن الحكومة وحضورها في اللجان فالمستقبل تخطى هذه العقبة وأتى على نفسه متحملا وزراء لا يحتملون وبذلك يكون السنيورة هو العداء الأول سياسيا منتزعا ميدالية القفز في المواقف من النائب وليد جملاط فهو قاطع الحكومة لكنه شاركها في الانتخابات رفض النسبية في ظل السلاح غير أنه أفرج عن نسبة 30% منها أي كأنه يقبل ب30% من السلاح فقط وهو حلف على الأرتوديكسي وإذ بنوابه يبدأون مناقشة مادتها الأولى وربما عن سوء تقدير بعض نواب المستقبل شارك في الجلسة لكن أفكارهم كانت عند مصطفى ناصر وما أدل به خزان الزمن الصعب عن حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري فعقد النائب أحمد فتفة مؤتمرا صحافيا في ساحة النجم ليكشف أن مصطفى ناصر كان جاسوسا مزروعا لدى آل الحريري لا يملك ناصر مواهب أحمد فتفة الممتدة من الظنية إلى مرجعيون وليس له أي باع في فناجين الثكونات ثم أن رفيق الحريري نفسه لم يكن على حياة عينه قد اكتشف قدرة فتفة في القبض على الجواسيس فكيف عاش الشهيد خمسة وعشرين عاما مع مستشاره الأمين ولم يعرف سره في التجسس إلى أن جاء زمن أحمد ورفع الستارة عن الحقيقة التي غابت عن دولة الرئيس وللمناسبة فإن فتفة كابدى مشقة المؤتمر ليس دفاعا عن رفيق الحريري إنما لرد الضيم عن فؤاد السنيورة لسيما أن مصطفى ناصر أعطى الشهيد حقه العروبي ومنحه وساما من درجة مقاوم أول فهل يهاجم مصطفى ناصر لأنه أضاء على صورة ناصعة للشهيد نقابيا البلاد إلى الإضراب غدا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقع في شر وعوده المتسلسلة وغير خاضع للتنفيذ ألغيت جلسة مجلس الوزراء لإقرار السلسلة والصعيد عنها بلجنة وسارية ما دفع هيئة التنصيق إلى إعلان الإضراب العام وأول المضربين وزير الصحة علي حسن خليل الذي أوقف اطبابة على حساب وزارة الصحة بدءا من الأربعاء إذن البلاد إلى الشلل التام غدا الثلاثاء مع إعلان هيئة التنصيق النقابية الإضراب المفتوح ردا على تلك الحكومة في إقرار وإحالة السلسلة إلى مجلس النواب بعدما أرجت الحكومة جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب أعلنت هيئة التنصيق النقابية بعد اجتماع لها في مقر رابطة التعليم الأساسي الإضراب المفتوح يوم الثلاثاء والاعتصام عند الحادية عشر أمام السراي الحكومية إن هيئة التنصيق النقابية تدعو الموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء إلى تنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح ابتداء من صبيحة يوم غدنا السلساء 19 الجاري في جميع الوزارات والإدارات العامة والبلديات والمدارس والسنويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الحكومة أفقدت السلطة الهيبة المطلوبة للحكم وهي تتحمل مسؤولية تنتائج الإضراب المفتوح والشامل يبدو أنه تحول إلى قصر الهيئات الاقتصادية لا إلى قصر حكومي التي تستمت في سبيل منع أي قطة إصلاحية اتعبنا من اللجان وتعبنا من كل الاتفاقات وعدم صدق وما بقى نحمل هذا بالشكل أقل ما بينقال من نأمة المعلمين والموظفين والعسكر وكل العسكر وكل الأسلق العسكرية وكل المتقاعدين ماذا بحليكم تتراجعوا؟ نحن فيه اتفاق مع الحكومة نحن ما عمنا نطالب بالالتزام بالاتفاق عمنا نطالب بإثبات مصدقيتهم للشباب وقت واحد بيعمل الرئيس حكومة وبيعمل وزير بيتكلم وبتفاوضه مفتوط مفروض فيه بالحد الأدنى يحترم مصدقيته توقيعه اليوم كل القوى الموجودة بالحكومة تتحمل مسؤولية كاملة مجتمعية كمان القوى اللي خارج الحكومة وضغطة كمان لتفرم للقرار تتحمل أيضا المسؤولية استففوا اتنين علينا والضهرن الهيئات الاقتصادية اللي عم بيقولوا أنه ولا ما فينا ندفع لكم لك شو عم نطلب منكم أن احنا حسني عم نطلب مني نحنا هول حقوقنا بدنا إياهون هني زيتهم بدكم تتكوهون بدي يقولوا للأسيزي وللمعلمين وللموظفين وللإداريين وللمتقاعدين وللمتعاقدين وللأجرة هلأ بلشت معركة مطالبين الموظفين غدا كل الموظفين الإداريين بكل الإدارات وبكل الوزارات وبالقائم مقاميات والمحافظات أن يهبوا هبط رجل واحد تعبيرا عن هذا الوجع ومطالبين الحكومي الالتزام بكل تعهداتها وأكدت الهيئة أنها لن تعود عن إضرابها المفتوح والشامل حتى إحالة السلسلة على المجلس النيابي وفق الاتفاقيات المعقودة ومن دون خفض ومن غير تقصيط ومن دون أي تعديل في نظام التقاعد بين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب وعدم التوافق عليها طارت جلسة مجلس الوزراء وعادت هيئة التنصيق إلى الإضراب المفتوح فما هو طابق الميقاتي؟ سبب الخلاف تحقيق خاص للزميلة داريند عبوس مرة جديدة ترجأ إلى أجل غير مسمى جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة لاختتام درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومع هذا الإرجاء أرجعت أيضا الملفات الخلافية لإقرار السلسلة أي اقتراحات مصادر التمويل وهي زيادة تعرفة الكهرباء على المستهلكين الكبار زيادة الرسوم على المشروبات الكحولية رفع الاقتطاع الشهري من رواتب الموظفين من 6% إلى 8% فرض ضريبة على الراتب التقاعدي تقريص حجم السلسلة 5% أما اقتراح التمويل الأبرز والأساسي للسلسلة الذي من شأنه أن يوفر نحو 800 مليار ليرة فهو ما سمي طابق المقاطي أو زيادة عامل الاستثمار في القطاع العقري فما هو هذا الاقتراح وما هي حسناته وسيئاته يخلقوا تمويل عن طريق زيادة الاستثمار يعني كل واحد يعمر رخصة عمار عنده عقار يعمر فيه ليس على الأبنية القديمة يعني على الأبنية الجديدة كلها عقارات وأبنية جديدة أن كل واحد يعمر إليه حق يعمر ألف متر يزيدونه لعامل الاستثمار قد أكثر ما بيطلع له 25% يعني بيطلع له شي طابق بدل ما أنه كانوا عم بيعوه طابق الهوى يعني أنه بدل 6 طوابق بيع من سرعة هاي عم يغضوا منه حق الهوى اللي بيعوه المتر حسب الاستناد أنه هذا موضوع بدل يعمل تنظيم مدني تنظيم مدني اللي هو التابع لوزارة الأشغال العامي والنال مبدئياً وافع بيعمل تأرير هلا هو يعمل تأرير أنه يعرضوا عمارة الوزارة هذا شو بيعطي شو سلبياته شو إيجابياته بدلوا يعرض شو تأرير فني فبالتالي تأخر الوزير الأشغال للفترة أنه كان بيسلموا اليوم الساعة وحدة هو شو إيجابياته الوحيدة كهذه هذا أول شيء أنه تخلق أنت فرص استثمار جديدة للدولة اللبنانية تجيب مصاري من دون هي ما تحط كلفة وما عم تحطي ضرائب على العالم سلبياته هو ما قديت سلبياته قديت أنه ضيق المساحات الايقارية وطبيعة غياب التنظيم المدني مشان هكي غياب التنظيم المدني بالبلد وطريقة البناء العشوائي اللي كانت تم بالسابة هذه كانت المخاطر منها أنه تشوه بعض المدن ولأن الحكومة لا تنفذ شيئا سوى ضرب المواعيد لهيئة التنسيق النقابية ثم التراجع عنها فقد رأت هيئة التنسيق أنها لم تعد تحتمل تسويفا ومماطلة بعد أكثر من سنة ونصف فهددت برد مفتوح في الشارع ابتداء من الثلاثاء كان محدد اليوم لا يوجد وزراء لحيلة سلسلة بيطلع معه اليوم لجنة وبكرة لجنة والقرب عجاب لا يوجد وزراء عادي ومعض معروف الجلسة المخصصة لسلسلة عامتين لا، هناك علامة استفهام كثيرة كبيرة هناك علامة استفهام كثيرة كبيرة من واحد مستعجل بضي يحيلها اليوم لا، سلسلة لجان ومعض في موعد بالأفق لمجلس الوزراء لا، يعني يسمحوا لنا ما بقى نحمل تسويف ومماطلي ما بقى نحمل يعني نحن طلعنا صادقين بكل وعود اللي أطعنا لها هاي التنسيق وفت بكل وعودها هني لحد هلأ ما وفوا بأي وعد أطعوا له هاي التنسيق لنا أبي وأكبر مثال على ذلك هروب تهريب جلسة مجلسها اليوم غدا يبدأ الأضراب وعندما تحال السلسلة أكيد أضراب مفتوح وعندما تحال السلسلة منوقف أضراب نعم، بس خلينا نذكر وين رح تكون أماكن الاعتصامات والأوقات؟ غدا الاعتصام مركزي يعني جميع المعلمين والموزفين والتقاعدين بكل مناطق لبنان عليهم التوجه إلى العصم بيروت حول الأسر الحكومي ساعة دعش قبل الضر ويبدو أن لجوء هيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب المفتوح بدأ يقد مطجع رئيس الحكومة الذي وبحسب معلومات خاصة بقناة الجديد اتصل بالهيئة ودعاها إلى اجتماع عند الحادية عشرة من صباح الثلاثاء دارين دعبوس قناة الجديد السراية تلغي جلسة مجلس الوزراء اليوم وتستعيد عنها باجتماعات وزارية متواصلة ورئيس الحكومة يقول أن البحث مستمر للتواصل إلى حل على أن توجه الدعوة إلى جلسة مجلس وزراء للبحث في السلسلة بعد الاتفاق على التمويل أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لجنة الوزارية لا تزال تبحث في مسألة سلسلة الرتب والرواتب وقال إن السلسلة أقرت ونحن نبحث التمويل كي لا تكون هناك عكاسات سلبية كما قال إن الواردات اللازمة أصبحت مؤمنة تقريبا كلام ميقاتي جاء بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث السلسلة في السراية الحكومية كان في عنا جو نقاش كامل خلال النقاش درسنا كل الرزمة الرزمة المطلوبة للتنحط لتتواكب مع سلسلة الرتب والرواتب وحكينا بالسلسلة كما كان قدما مع الوزير الميلي في الأشهر الماضية وإذا كان في عنا أي تعديلات عليها نحن سيكون عنا اجتماعاتنا مفتوحة اجتماع اللجنة سترجع كمان بقرة بعض الظهر الساعة 4 هتجتمع هاللجنة نفسها لحتى ناخد القرارات النهائية ونرفع توصية كلنا لمجلس وزراء اللي مفروض انه تتواكب هالقصة بأقرب وقت بأقرب وقت ممكن أنا بحب أقول هون كلمة معينة هالموضوع هالموضوع ما ممكن يكون موضوع خلافي بين اللبنانيين هذا الموضوع موضوع اقتصادي بحث اجتماعي مفروض يكون ناخده بالتوافق مع الكل ويكون كمان فكرتنا منقولة لكل اللبنانيين لانه نحن مش هون بمرحلة تحدي ولا بشكل من الأشكال هذا الموضوع انا شفت بها 48 ساعة الأخيرة وظهر كأنه سلسل ترتاب والرواتب كأنه تحدي بين الحكومة والهيئة الاقتصادية او اي هيئة اخرى على عكس هالموضوع نحن كلنا ناخده بيد واحدة باتفاق واحد بين مختلف فئات العملية والهيئة الاقتصادية والحكومة والجهات المصرفية وانف مقاتي اي نية له بالاستقال وقال لا يمكن ان نستقيل او نتقاعس امام اي واجب اللجان المشتركة اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه بري واستهلت مناقشة قانون الانتخابات باقتراح اللقاء الارتدوكسي واستطدار من حاد في وجهات النظر الطاقة الايجابية التي حاول الرئيس نبيه بري بثها في القاعة العامة لم تحل دون ارتفاع نبض الخطاب باسم الزمينة وزمينة الزملاء فردا فردا ان ارحب بالاخوين والمستحفل وفي كل اثر من الاخوين تاني سبب او رئاسة ايه اتعاد ايه اتعاد عن بعض والبعض كلما اتعادنا عن بعض والبعض بنا نسوك لدائج وخيمي ايش في المجلس اني يلي بخصف نقول لبناء كل واحد من قلوبايش حكيم اكثر وشودي عم يسير بالمنطقة وشودي عم يدور حولنا وشو المخاطب ان احنا معرضين نواب المستقبل العائدون بعد غياب هم انفسهم الذين رحب بهم بري ترحيبا خاصا سجلوا مداخلات تصعدية حيال مسروع اللقاء الارتودوكسي هجوم المستقبل قابله دفاع عوني ومسايرة من حزب الله في مقابل صمت كتائبي وقواتي كلمة بر الافتتاحية اعقبتها تلاوة تقرير اللجنة الفرعية ليطرح بعد ذلك المشروع الارتودوكسي فكرت صبحة المعترضين من الرئيس فؤاد السنيورة الى النائب بطرس حرب الذين رفضاه جملة وتفصيلا مرورا بالنائب مروان حميدي الذي رأى ان الارتودوكسي كما الستين يفجران البلد وصولا الى النائب فريد مكاري الذي وصفه بقانون الفتنة داعيا الى عدم لصقه بمن يصلبون بالسلاسة سريعا جدا جاء الرد من النائب الانعون الذي نفى ان يكون الارتودوكسي يضرب العيش المشترك وينتهك الدستور الجولة الاولى لجلسة اللجان دامت ثلاثة ساعات خرج بعدها الى العلن الخلاف الحاصل في الداخل ان هذا المقترح يؤدي الى الاخلال والمناقضة للعيش المشترك كما انه ينتهك الدستور ويخرقه لا دولة الرئيس الارتودوكسي وقت اللي بيأمن مناصفي حكي عنها مساء الوفاء الوطني وحكي عنها الدستير هي المناصف الفعلية وبحسب المعلومات فانه ثمت اصرارا من قبل بر على مواصلة العمل حتى الوصول الى اتفاق اتفاق يبقى رهن الوقت اذ يخشى بعض النواب مما يسمونه عملية تبطيء غير مستبعدين الوصول الى اتفاق قد يطيح الارتودوكسي فلا يحصل تصويت عليه تفاصيل الجلسة المسائية للجان المشتركة المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية مباشرة مع الزميلة كريستين حبيب كريستين مساء الخير يوم طويل قمت بمواكبتي لقد سمعنا في تقريرك الى ابرز ما جاء خلال الجلسة الصباحية اليك الهواء لوضعنا في اجواء الجلسة المسائية تفضلي كريستين مساء نور داليا بحسب المعلومات الواردة للتو من داخل القاعة العامة فان المادة الاولى من اقتراح اللقاء الارتودوكسي عبرت طريقها بسلام الى التصويت هذا التصويت اللافت كان فيه التصويت ايجابا لكتلة تيار المستقبل اما المادة الاولى فهي تتعلق بعدد النواب والذي جرت توافق على زيادتهم الى 134 نائبا تكون ولاية المجلس النيابي اربع سنوات اذا جرت توافق على هذا الموضوع اي زيادة النواب الى 134 ولكن العثرات لا تكمن في هذه المادة فالقانون الارتودوكسي مؤلف من 16 مادة ولعل المادة الثانية منه هي اكثر المواد هي الاكثر مادة شائكة في هذا الاقتراح وهي المادة التي تنص على ان كل طائفة تقترع لنوابها في المجلس النيابي ومن المتوقع ان يكون هناك سجالات مرتفعة اللهجة حول هذه المادة اما فيما يتعلق بالمداخلات التي حصلت في الجولة المسائية والتي استهلت عند الساعة السادسة ونصف من هذا المساء فكانت مداخلات لكل من النواب قاسم عبدالعزيز بطرس حرب غسان مخيبر محمد الحجار خضر حبيب امين وهبي خالد زهرمان وسمير الجسر وبمعظمهم ركزة طبعا نواب تيار المستقبل على مهاجمة اقتراح اللقاء الارتدوكسي اما النائب بطرس حرب فكانت مداخلته لافتة ايضا لهذه الناحية قال ان اللقاء الارتدوكسي مناقض لمبدأ الحياة المشتركة يكرس التباعد بين المذاهب ويضرب النسيج الاجتماعي ويزيد التطرف وقال ان هناك من يسعى الى تطيير الانتخابات كي يستمر في السلطة اذا يستمر الان النقاش في كل مادة بمادتها على ان يكون هناك تصويت عقب النقاش وليس من المفترض ان تطول هذه الجلسة المسائية كثيرا فقد حدد حدد ان الرئيس نبيه بري وقتها بان تنتهي عند الساعة التاسعة من هذا المساء داليا نعم شكرا للزميلة كريستين حبيب عقد عضو كتلة المستقبل احمد فتفت مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب خصصه للرد على مستشار الرئيس رفيق الحريري مصطفى ناصر الذي اعرض امس بعضا من علاقة الرئيس الحريري بالسيد حسن نصر الله استمعنا بالامس الى كلام اعلامي لسيد مصطفى ناصر الذي فضح موقعه كشخص كان مكلفا بمهمة مهمة اختراق صفوف مستشاري رفيق الحريري وسعد الحريري من قبل حزب الله بالنسبة لنا كل ما قاله سيد مصطفى ناصر بالامس يفقد اي مصداقية لانه اولا لو كان فعلا مستشارا حقيقيا لرفيق الحريري ولسعد الحريري كان من واجبه الاحتفاظ بالاسرار اذا ما كانت هناك اسرار وبالتالي ما قاله يفقد اي مصداقية ويدل على دوره الفعلي انه كان مكلفا بدور تجسس اختراقي لصفوف مستشاري رفيق الحريري وسعد الحريري وفد لبناني زار اعزاز وعاد امس الاحد حاملا مطالب خاطفي لبنانيين التسعة كشفت مصادر لواكلة انباء الانادول التركية ان وزير الداخلية مروان شربل كلف وفدا لبنانيا خاصا الاسبوع الماضي بالتوجه الى منطقة اعزاز في شمالي سوريا للقاء خاطفي اللبنانيين التسعة مشيرة الى ان الوفد عاد الى بيروت على دفعتين اخرها كان امس الاحد واوضحت المصادر ان الوفد التقى عددا من الخاطفين واطلع منهم على بعض المطالب التي يشترطون على بيروت تنفيذها قبل اطلاق سراح المخطفين وابرز هذه المطالب وفقا للمصادر اطلاق سراح معارضين سوريين موقفين في سجون لبنانية وتأليف الحكومة اللبنانية وفدا رسميا لزيارة الخاطفين ومفاوضتهم وعن الوضع الصحي للبنانيين المخطفين قالت المصادر انهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة وهم في مكان امن بمنطقة اعزاز واوضحت ان الوفد سيتوجه الى اعزاز مرة ثانية بناء على اشارة سيتلقاها من الخاطفين وتوقعت المصادر ان تتحقق ايجابيات كثيرة في ملف المخطفين مع منتصف شهر اذار المقبل تجمع القوى الديمقراطية يطرح النسبية حلا ويطالب بجعل لبنان دائرة واحدة لان السجال يحتدم بين الزعامات السياسية الطائفية المهيمنة على الدولة حول قانون الانتخابات العتيد ولان كل فريق يطرح قانونا فصله على قياسه بعيدا من المصلحة الوطنية فقد اختار اعضاء ما يسمى بتجمع القوى الديمقراطية الاعتصامة في خطوة رمزية امام مجلس النواب لجهة شارع المصارف مطالبين بقانون انتخابي خارج القيد الطائفي ومؤكدين ان النسبية نظرية للتطبيق وليس للتنظير لن يكون الديمقراطيون والعلمانيون والتقدميون ضحايا سوف نفرض قانون الانتخابات وطنيا لا طائفيا يحقق العدالة الحقيقية عن طريق نسبية ويحقق الوحدة الوطنية الفعلية بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وراء المعتصمون انه حان وقت التغيير الجذري في مفاصل الحكم وانه لا بد للشباب من اختيار الافضل لوطنهم كاميرا الجديد تتفرد مجددا في نقل لقطات للمسلسل السوري من اخراج لا يتحج سنعود بعد قليل ووجود الامن هذه المرة لتفريق المعجبين تقرين للزميلة يمنى فواز لم ينتهي حادث القلمون وهجوم مجموعة من السلافيين على الفنان دوريد لحام كما تمنى فريق عمل المسلسل سنعود بعد قليل الذين تجنبوا الحديثة الى الاعلام لعدم اعطاء القصة ابعادا اخرى خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم الا ان تناقل القصة عبر وسائل اعلام مختلفة شابه بعض المغلطات وتحليلات لا واقع لها ومنها ذكر اسماء بعض الفنانين غير المشاركين في المسلسل اصلا كباسم يخور ومصطفى الخاني كما ان الفنان قصي الخولي المشارك في المسلسل لم يكن في منطقة القلمون في اثناء التصوير بل كان هناك الممثلان دوريد لحام وعابد الفهد حادث القلمون لم يؤثر في سير العمل ولا في الفنان القدير دوريد لحام الذي كان محور الاعتراض فالتصوير استمر وكاميرا الجديد التقت فريق المسلسل اثناء التصوير وفي مناطق لبنانية مختلفة منها منطقة الروشة حيث يوجد الامن هذه المرة من اجل تفريق المعشبين ولاقى فريق العمل الترحابة والاحاطة بالمعشبين وهنا التقينا الممثل قصير خولي مسلسل بالمناسبة مسلسل بعتقد أنه مسلسل جميل جدا وحيكون متابع بشكل كبير ان شاء الله خلال شهر رمضان الكريم دوري بالمسلسل فيه ناس بالأزمات بتستغل الظرف لأسباب لمنافع شخصية وهي المنافع أحيانا بتكون على حساب عائلته نفسها أهله أبو أخواته فأنا بعتقد دوري هو بيحكي عن هذول الناس اللي هني بشكل الأشكال يمكن ما يكون عندهم كثير انتماء كل أحوال المسلسل بيحكي عن كل الناس الموجودين بسوريا بكافة أشكالهم ومعتقداتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم ورأيهم لا ينسى الناس حيني لا ينسى أطلاقا أي حدا لا ينسى أطلاقا أي حدا لأنه بإذن الله لا يكون هناك ناس حيني سوريين بإذن الله دائما مخرج المسلسل ليث حجو أكد مجددا أن حادث القلمون الذي وقع السبت الفائت عرضي ولا يمثل إلا فئة صغيرة وأن أهالي القلمون قدموا اعتذارهم طالبين من الفريق العودة إلى البلدة والتصوير مجددا أهلا بكم من جديد ريمان جيم تطلق وتشافاز يعود إلى فانزويلا وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوقي الإعلامية ريمان جيم ومن بعد انفصالة عن إزاعة صوت الغد أقدمت على خطوة جريئة تمثلت بإطلاق إزاعة خاصة فيها على الإنترنت حملة اسم ريمان جيم راديو الإزاعة الجديدة بتبس أغاني منوعة على مدار الساعة كان أبرزة بس أغنية معلومات مش أكيدة للمطربة لطيفة من كلمات وألحان زياد الرحباني بصوت ريمان جيم للراغبين بالاستماع للإزاعة فيهم يدخلوا على موقع تيون إن دوت كوم سلاش راديو سلاش ريمان جيم راديو على موقع إنستغرام قام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بتحميل صورة التقط لمنظار القناصة تبعيته وبيظهر في داخلها داخل دائرة الهدف رأس طفل فلسطيني آمن الصورة أثارت استياء واستنكار كتير كبير وضوت من جديد على لا أخلاقية ولا إنسانية جنود الاحتلال الإسرائيلي على موقع يوتيوب مراسل برنامج على القناة التاسعة بفلوريدا بأمريكا غستافو ألمدوفار تم جمع فيديو لقلو فيه كل ستند أب اللي عملهم بتقريره وكل فيها شي لافت إنه غستافو ما بيقدر يقول اسمه إلا ما يحرك راسه على تويتر أكتر من هاشتاك كانوا اليوم عم تصدروا حول العالم وكلها بترحب بعودة الرئيس الفنزولي هيوغو تشافاز إلى كاراكاس بعد ما أمضى فترة علاج بكوبا من مرض السرطان ومن هيد الهاشتاك اللي كانت عم تتصدر هيوغو تشافاز وفنزولا وتشافاز بينفنودو ألا باتريا أو بالعربي تشافاز أهلا بك في الوطن مع هذا الخبر نوصل لختم فقرتنا لليوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يكرر الدعوة إلى درس قانون عصري للانتخابات النيابية ويشدد أمام زواره على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن تأخذ اللجان النيابية المشتركة المصلحة الوطنية في الاعتبار وتضع نصب عيونها حتمية إجراء الانتخابات في موعدها احتراما للمبدأ الأساسي الذي هو تداول السلطة والتبصر أيضا في كل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون العيش المشترك والابتعاد عن كل المشاريع التي تعزز الاستفافات الطائفية والمذهبية لأنها مخالفة للدستور من جهة وتعرض السلم الأهلي للإهتزاز وهو أمر لم يعد مقبولا لدى الغالبية الصاحقة من اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والحرية والمسواة ويتمستكون بالديمقراطية التي يشكل الانتخاب الحجر الأساس في مدماكها وإذ كرر رئيس سليمان أهمية التضحية في سبيل الوطن دع الجميع إلى درس قانون عصري للانتخاب يأخذ صحة التمثيل وعدالته في الاعتبار ولا يخضع للحسابات الانتخابية الضيقة التي تصب في مصلحة المكاسب الشخصية على حساب المصلحة الوطنية واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الأوضاع الأمنية عموما وفي محيط منطقة عرسال وجرودها خصوصا والخطوات والتدابير التي تتخذها قيادة الجيش في مواصلات ملاحقة مرتكبي الجريمة ضد الجيش منذ أسبوعين رأى رئيس جبهة النضال الوطنية النائب وليد جملاط أن أي مواقف سياسية تنشر نقلا عن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري غير مستغربة على الإطلاق وأشار إلى أنه لا يمكن في نهاية المطاف إلغاء وقعة الاختيال الرهيب والإجرامي الذي طاول الحريري وأكد ضرورة تزويد المحكمة الدولية كل القراء والبراهين وأضاف جملاط في موقفه الأسبوعي أن افتعال سجال المستمر في السلاح ليس هو الحل لهذه القضية وحده إعلان بعبدة والثوابت التي حددها الرئيس سليمان هي الطريق الصحيح لإعادة تصويب وجهة هذا السلاح بدلا من أن يتوها ويسقط في القصير أو غير القصير وفي مجال آخر قال أن السويداء ليست بحاجة إلى من يدافع عنها من لبنان أو غير لبنان ولا إلى تسجيل بطولات وهمية من على المنابر وختم بالقول لقد لمست خلال زيارة المملكة العربية السعودية ولقاء الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان كل الحرص على لبنان واستقراره وألمست من قيادة المملكة وقوفا حازما إلى جانب الشعب السوري في نضاله المحق من أجل الحرية والاستقلال نحو بناء سوريا جديدة تحدث النائب سامي الجميل بعد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي الكتائبي عن سلسلة الرتب والرواتب وعن زيادة عامل الاستثمار التي أقرتها الحكومة وتطرق الجميل إلى تصريحات العماد ميشيل عون من دون أن يسميه المتعلقة بالمحيط العربي والأنظمة الإقليمية من الحكومة بشكل خاص يلي ما فيها تنقى بنفسها عن موائف رؤسة الكتال يلي موجودين بهذه الحكومة ما فيه شخص عنده عشر وزراء بالحكومة نعتبره أنه ما له علاقة بموقف الحكومة أو هو خارج عن إطار الحكومة أي موقف بيظهر عن أقطاب بهذه الحكومة هو بالنسبة لإلنا موقف داخل بقلب هذه الحكومة وتتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية وترددات هذه المواقف بيتحملها الشعب اللبناني ككل اليوم لأول مرة عم بيكر حزب الله أنه هو مشارك رسميا بالقتال في سوريا وهذا أكيد بالنسبة لإلنا عنده تداعيات كتير خطيرة على لبنان مع العلم أنه أصبح لبنان القاعدة الخلفية للصراع في سوريا أصبح لبنان اليوم هو القاعدة يلي عم ينطلق منه مؤاتلين للقتال في سوريا أصبحت الحدود اللبنانية مستباحة وهذا خطر جدا لأنه بحيال وقت من الأوقات ممكن تنتقل ينتقل الصراع العسكري من سوريا إلى لبنان وهذا يلي نحن منحذر منه الحركة اللبنانية للإنقاذ أعلنت في مؤتمر صحفي عن وثقة الإنقاذ الوطنية التي دعت إلى إطلاق يد الجيش وتحرير عمل أجزة الرقابة أيها اللبنانيون ندعوكم إلى التعبير عن موقفكم الرافض لعودة العنف وحمل السلاح لاستعماله في الداخل اللبناني تحت أي زريعة ونصر على المطالبة بتعزيز حضور الدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية والقضائية والمدنية عرض تلفزيون نيجيري صورة مموهة للمخطفين على يد مجموعة مسلحة في مدينة جاما في نيجيريا وبينهم لبنانيين هما عماد العنداري وكارلوس أبو عزيز وقد تبنت مجموعة إسلامية عملية خطف سبعة أشخاص يعملون لحساب شركة بناء اللبنانية وكان وزير الخارجية والمغتربين عدنا المنصور قد تبلغ من استفارة اللبنانية في نيجيريا أن من بين المخطفين اللبنانيين عماد العنداري وكارلوس أبو عزيز نحن تبلغنا آخر الأخبار من سفارتنا في أبوجة بتقول أنه في مجموعة عصابة قامت باستهداف الشركة اللبنانية وفيها عدد من الموظفين الأجانب واللبنانيين من بين الجماعة المخطوفة كان فيه اثنان لبنانيين واحد من بيت العنداري وواحد الثاني من بيت أبو عزيز عماد العنداري نعم وكارلوس أبو عزيز الخاهم بالأعمال العمالي قوم هلأ بجهود حسيسة مع السلطات النجاريين من أجل إطلاق صراح المخطوفين ومنهم اللبنانيين للأسف يعني في الفترة الأخيرة شهدت نجاريا حوادث منها القبيل هيدا وهيدي دائما العمالي تدخل ضمن في إطار الابتزاز المالي يعني وبتنحل لا نشوف هلأ السلطات النجارية شو اللي حتقدر تقوم فيه في هالمجال هذا ردت الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي على تصريح وزير الداخلية مروان شربل بالأمس الذي أعلن فيه عن اعتقادي شخصي بأن تأجيل الانتخابات وارد مفضلا الأمن على الانتخابات بأنه لا يجدر بالوزير ترويج لفكرة تأجيل الاستحقاق الانتخابي وذكرت الحملة بأنه في حال لم يحصل التوافق فإن هناك قانون نافذ يجب التقييد به وإجراء الانتخابات على أساسه وفي موعدها في إطار نشاطه استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه النائب السابق مصباح الأحدى وبحث معه في الأوضاع العامة خصوصا أوضاع ترابلس والشمال ثم استعرض مع الرئيس السابق لبلدية صيدة الدكتور نازيه البزري وضع المدينة وشؤونا عامة انفجارات في مخيم عين الحلوي في صيدة وفي ترابلس وأخبار محلية في هذا التقرير شهد مخيم عين الحلوي توترا أمنيا بعد مسلسل التفجيرات المتنقلة بأكثر من خمسة قنابل في أماكن مختلفة داخل المخيم إحدى القنابل استهدفت منزل الناشط الإسلامي محمود منصور في حي المنشي أعقبها إطلاق نار أصيب على إثره صالح عويد في قدميه وقد نقل إلى مستشفى النداء الإنساني في المخيم للمعالجة كما ألقى مجهولون قنابل يدوية قرب مقر تنظيم القاعدة وحي سوق الخضار وفي ترابلس ألقى مجهولون قنبلة على مقر جمعية خيرية إسلامية تقدم مساعدات إلى نازحين السوريين في منطقة القب في ترابلس ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح بحسب ما ذكر مصدر أمني وأوضح المصدر أن الجمعية المذكورة تجاهر بعدائها للنظام السوري وترفع علامة الثورة السورية تعرضت بلدة العريضة إلى قصف من الجانب السوري طاول مسجد البلدة والأحياء المجاورة ما أدى إلى إصابات في المنازل والمسجد كما طاول القصف بلدات حدودية أخرى واستنكارا عمد الأهالي إلى نصب خيمة كبيرة وقطعوا الطريق بين لبنان وسوريا في اعتصام مفتوح مطالبين الجيش اللبناني بحمايتهم قطع متعهد وعمال قطاع البناء في البقاء الطريق الدولي زحلب علبك عند مدخل بلدة دوريس بالإطارات المشتعلة والعوائق فيما نصب خيما على الطريق الدولي مضطر الأجهزة الأمنية إلى تحويل السير باتجاه دوريس البلدة وذلك احتجاجا على عدم إعطائهم رخصا للبناء في أرضهم وطلب الحكومة بمنح البلديات حق إصدار التصريح في الأراضي غير المفرزة شركة تاتش تطلق في مؤتمر صحفي بطاقة تاتش الاعتمالية بالشراكة مع شركة فيزا وبنك لبنان والمهجر برعاية وزير الاتصالات قول صحناوي أطلق بانك لبنان والمهجر بالتعاون مع شركتين تاتش وفيزا بطاقة بلوم فيزا تاتش الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتجسد إنجازا فريدا نتجا عن تعاون الجهات الثلاث لتعزيز الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية هذه البطاقة المميزة هي نتيجة جهد مشترك مع شركة تاتش والتي تمثل بدورها أول مبادرة لشراكة واعدة سوف تنتج مبادرات أخرى لخدمة السوق اللبناني هذه البطاقة اجت بسياء طبيعي للتقارب الحاصل بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي مثل ما منعرف من كذا سن إلى هلأ الموبايل بايمينتس والتقارب بين قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الاتصالات والقطاع المصرفي صار عم بيصير كتير قريب لبعضه إنها خطوة نحو الأمام في مسيرة تعزيز الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية لكننا في فيزا واثكون أن هذا التعاون سيحقق الفائدة للجميع وخاصة المستهلك قطاع المصرفي نحنا كلنا في لبنان نفتخر فيه ونعرف أنه ممكن الكطاع الأكتر شي نشاطا وحيوية أنا فخور أنه قطاع الاتصالات عم بيقارب هذا الموضوع وعن بيكون بنفس النشاط وبنفس الحيوية بالخدمات اللي عم تطلع وبالتنافس اللي عم بيكون وبكسر الاحتكار ويصب مشروع البطاقة المشتركة في زيادة حجم الإنفاق مع تراجع الحاجة للعملة النقدية في المعاملات ما يقلص الحاجة إلى السيولة أهلا بكم من جديد استمرار المعارك والقصف في المناطق السورية ومحققوة الأمم المتحدة يتهيمون النظام والمعارضة على السواء بارتكاب جرائم حرب ويطالبون بإحالة الملف على الأمم المتحدة ووصول مزيدا من الجهاديين إلى الأراضي السورية لا تزال حرب المطارات مشتعلة بين طرفي النزاع في سوريا لسيما بعد إعلان الجيش الحر سيطرته على طريق مطار حلب الدولي المدني مع استمرار المعارك في محيط مطار النيرب العسكري الملاصق لمطار حلب وبحسب مصادر المعارضة فإن الاشتباكات ترافقت وقصفا مدفعيا بالطائرات الحربية للعاصمة دمشق وريفها يأتي ذلك في وقت ذكرت شباكة سكاي نيوز التلفزيونية أن تدفق الجماعات الجهادية على سوريا بعد نحو عامين من بدء الأزمة فيها يهدد بالطغيان على فصائل المعارضة الرئيسة وانتزاع السلطة من الجيش السوري الحر والانتشار في الدول المجاورة وقالت الشباكة إن مصادر في جبهة الحق إحدى الجماعات التي ينتشر نفوتها على نحو متزايد في سوريا أبلغتها أن الجهاد ينتشر وليتوقف عند سوريا وسيشمل أردن ولبنان والعراق وفلسطين أيضا وقالت الشباكة إن فريقها الموجود في سوريا شهد زيادة في عدد المجاهدين العرب من ليبيا ومصر واليمن والجزائر حتى أن الجيش الحر قبل أن يلعب الجهاديون دورا في سياغة مرحلة ما بعد النظام إلى ذلك ومن جهة أخرى قال ناشطون سوريون إن الناشط والكاتب السوري عمر عزيز قضى تحت التعذيب في سجن لاستخبارات الجوية السورية بعد مرور ثمانين يوما على اعتقاله وعزيز هو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني السوري واعتقلته لاستخبارات السورية في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي من منزله في حي المزة في دمشق وهو من وليد عام تسعة وأربعين ومن مدينة دمشق وأب لثلاثة أبناء وفي سياق متصل قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنهم حددوا السوريين في مواقع قيادية قد يكونوا مسؤولين عن جرائم حرب إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها وأضافوا في أحدث تقرير أن كل من قوات الحكومة ومقاتل المعارضة يرتكبون جرائم حرب وأكدوا أن المقاتلين الأجانب ولسيما الليبيون والتونسيون والسعوديون واللبنانيون والعراقيون والمصريون منهم زادوا من تطرف المعارضين وساعدوا في تفجير عبوات الناسفة تسببت بسقوط قتلى إن الوقت حان لكي يحيل مجلس الأمن الدولي ملف جرائم الحرب في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية نحن نتتبع تسلسل القيادي لتحديد مسؤولية مشتبه فيهم رفعي المستوى على ساحتين السياسية والعسكرية في ارتكاب جرائم إلى ذلك قالت متحدثة باسم وزارة الطوارئ الروسية أن روسيا سترسل طائرتين سوريا ثلثاء لتسليم 46 طن من المساعدات الإنسانية ونقل مواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد لجنة الانتخابات المركزية تباشر عملها في خطوة أولى على طريق المصالحة تقرير من غزة لمراسلنا الزميل محمد المدهون باشرت لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة منذ أسبوع ثم مددته يومين إضافيين فيما اعتبر من قبل كثيرين أولى الخطوات على طريق تحقيق المصالحة الوطنية ومع أن اللجنة سابقة للانقسام إلا أن اسمها ودورها ارتبطا بإنهائه على اعتبار أنها منعت من العمل في القطاع خلال الأعوام الستة الماضية مدة زمنية طويلة تفسر العدد الكبير لمن حدثوا سجلهم الانتخابي أنا متشائم جدا جدا أما حيصير انتخابات يبقى قابلني ليس حيصير انتخابات بالمرة لسبب بسيط يعني فتحوا حماس زيت والمية لا يمكن ينخلطوا عشان تخلطهم يلزمهم نقطة صبونة بعد هيك المية تضل مية وتنشارب ولا الزيت تضلوا زيت نحن إن شاء الله متأملين أن تكون هذه المرة أن تكون حافز لإنهاء الانقسام وتنقل الانقسام البغيد اللي أعضر بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني حركة حماس صاحبة تجربة المرة مع صناديق الاقتراع عام 2006 التي أفرزتها أغلبية ساحقة في المجلس التشرعي لكنها جوبهت برفض داخلي ودولي لا تعول كثيرا على الانتخابات ولا تبدو مستعجلة عليها رغم دعوتها المستمرة لأنصارها بتحديث سجلاتهم الأهم يقول الحمسويون هو ملف الحريات خصوصا في الضفة الغربية وتشكيل الحكومة الانتقالية عملية تسجيل ناخبين في قطة غزة تتم بشكل جيد وبالمقابل التسجيل في الضفة لا زال ضعيف لا تتجاوز ستين ألف مسجل وهذا بسبب عدم توفر مناخات إيجابية واستمرار حملات القمع الأمني التي تعرض لها بشكل خاص أبناء حركة حماس أما حركة فتح التي تضع كل بيضها في سلة الانتخابات فتعتبرها مقياس نجاح المصالحة الوطنية الحقيقية القائمة على أسس ديمقراطية ليس مرد ذلك تماسك البنية التنظيمية لفتح فهي تعاني ترهلا وانقساما داخليا لكنها تعول على ما تعتقد أنه رغبة من الناس بتغيير وقعهم الحالي وإنهاء تجربة الحكم الإسلامية التي حملت مصاعب كثيرة على الصعود الحياتية خيار الشعب نحن ملتزمين به ونقبله أيا كان ولذلك نحن نسعى إلى إجراء الانتخابات ومصممين على إجرائها حسما لكل الخلافات الموجودة على الصحة الفلسطينية أو ازدواجية التمثيل أو من يدعي أنه يمثل رغبة الشعب الفلسطيني لا أحد في الصحة الفلسطينية يملك الإجابة على سؤال إن كانت الانتخابات ستنظم أم لا اتفاق المصالحة الذي يعمل ببطء شديد على تطبيقه ينص على أن تجري انتخابات متزامنة لمؤسسات الرئاسة والبرلمان والمجلس الوطني لمنظمة التحرير وهذه الانتخابات ليست سوى واحدة من مخرجات الاتفاق التي يجب أن تنفذ رزمة واحدة فتح السجل الانتخابي لتحديثه من جديد سكن قليلا من آلام الانقسام لكن هذا الأخير ما زال حقيقة ماثلة على الأرض انقسام يحتاج إنهاؤه إلى اتفاق على أشكال وأهداف النضال تحت مظلة استراتيجية وطنية موحدة لا إلى مجرد عملية انتخابية محمد المدهون قناة الجديد غزة فلسطين حرب تشيلي بالبندورة وأشبال سياتل للعنن شارك كرابة سبعة ألاف شخص في النسخة الثالثة لحرب البندورة السنوية في مدينة كويونت شيلية وقد استعمل أكثر من أربعين طنا من البندورة للتراشق بها هذا العام وتفخر البلدية أنها المدينة الوحيدة خارج إسبانيا التي تشهد الاحتفال سنويا لذلك قررت أخذ عاطق التنظيم على حسابها عرضت حديقة للحيوان في مدينة سياتل الأمير أمام الزوار أربعة أشبال ولدت في الحديقة وتنظم الحديقة مسابقة من أجل تسمية الأشبال التي وضعتها اللوة آدية وهي المرة الأولى التي تلد فيها لكنها تعتني جيدا بصغيرها كما صرح المسؤولون وختاب النشرة مع لقطتي اليوم تكتل السعكلاتة تكتل السعكلاتة لأنني خايف ولا من الميكرو ولا من الكاميرا ولا من رئيس ولكن بالتكتل الساعة الجواب بالتكتل الساعة لماذا لا تعطينا الجواب هلأ؟ الجواب بالتكتل الساعة هلأ اليوم عم نطلق الفول جي تب يعني ما رح تبدو؟ بحقهم اللبنانيين من وقت لو وات يعرفوا الانفرصحة تبعيتهم السياسة دائما بيغطى على الموضيع الناس والناس تتبعت في شيناك ما بقى تحضر الأخبار لكني ما متنام، منطبع على صدرة و remakeucken رؤيتهم و مستقبل سوى؟ صدREE، والداخر ENNاني رЦي و سوف نعطيهم أمل、 أعمر أي لهم و مي 지금 يشاركا bread! و هذه ساعة الثانية تبعت BERIGHTER الموضوع الأمن كمان لحظر الأمن كبوس و الأهول الوات نقال الشخرين تبعت أو ساعة الثانية أخوкой سؤال فية بعض قمنا نعجب للغاية ساعة الثانية تبعت كان في النشرة بري مرحباً بالغياب البلد إلى الإضراب المفتوح وهيئة التنصيق لمقاتي يبدو أنه تحول إلى قصر الهيئات الاقتصادية لا إلى قصر حكومي تمويل السلسلة إلى طابق الميقات دور المصدر التمويل بدون ضرائب على الناس في الخاص سنعود بعد قليل المسلسل جميل جداً وحيكون متابع بشكل كتير جيد إن شاء الله خلال شهر رمضان الكريم مزيد من الجهاديين إلى سوريا وفي النشرة عودة الكماندانتي نشكر لكم حسن المتابعة فريق عمل هذه النشرة يعود ويلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحديثة عشر ونصف فدبتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر